أعزائي التنميين، أعزائيزات التجميلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحصة سنتطرق إلى تطبيقات متعلقة لدرس الحال وقبل ذلك لا بأس بالتذكير لقاعدة الدرس الحال اسم النكرة المنصور يبين حالة اسم قبله يسمى صاحب الحال ويجيب عن السؤال كيف؟ يأتي الحال مفرداً أو جملة اسمية أو جملة فعلية أو شم شملة يأتي صاحب الحال فاعداً أو نائب فاعد أو مفعولاً به أو اسماً مجروراً أو مكتدأاً أو خبراً إذا وقع الحال جملة فلا بد له من رابط يربطه بصاحب الحال ويكون هذا الرابط إما الواب فقط أو الضمير فقط أو الواب والضمير معه والآن ننتقل إلى التطبيقات أولاً ضع خطاً تحت الحال تعرض الشركات المنتجاتها مصورة كان الجو البارحة بارداً شاهدته وهو حزين خرج التنويذ يبتسم جاء إبراهيم على ضرباجته ثانياً إملأ الفراغ فيما يلي بحال مناسب سقط المطر الحال مفرد تكلم السطير الحال جملة اسمها جاء الطفل الحال جملة فعلياً رأيت الغلالة الحال شدو جملة ثالثاً حدد صعب الحال وبين نوراً رجع الجندي سالماً بعث الله رسلاً مبشرين مررت بسعيد واقفاً هذا الهلال طالماً رابعاً أعرض ما يلي اعتذر وهو نادم على إساءته اعتذر وهو نادم على إساءته والآن ننتقل إلى تصحيح التطبيقات أولاً وضع خط تحت الحال تعرض الشركات المنتجاتها مصورة الحال في هذه الجملة مصورة فإذا طرحنا سؤال كيف كيف تعرض الشركات المنتجاتها فجوابنا تعرض الشركات المنتجاتها مصورة حالة كان الجمه البارحة بارداً الحال في هذه الجملة بارداً كيف كان الجمه البارحة؟ كان الجمه البارحة بارداً شاهدته وهو حزين في هذه الجملة جاء الحام جملة اسمها وهو حزين فإذا طرحنا السؤال كيف شاهدته جوابها شاهدته وهو حزين خرج التلميذ يبتسم الحام هنا جملة فعليا يبتسم كيف خرج التلميذ يبتسم يبتسم حال جاء إبراهيم على دراجته الحام هنا شبو جملة على دراجته كيف جاء إبراهيم جاء إبراهيم على دراجته ثانيا بدل الثراغ بحالي مناسب سقط المطر غزيرا غزيرا حالا فقط تكلم الخطيب ولسانه فصيحا ولسانه فصيحا حال جملة اسمها جاء الطفل يبكي يبكي حال جملة فعليا رأيت البلاد بين السحاب بين السحاب حال شبو جملة ثانيا تحديد صاحب الحال ونوره رجع الجندي ثانيا صاحب الحال الجندي نوره أو نوقعه في الجملة فاعلا رجع فعل الجندي فاعلا بعث الله الرسل مبشرين صاحب الحال الرسل نوره أو نوقعه في الجملة مفعول به مررت بسعيد واقفا صاحب الحال سعيد نوره اسم مجرور بالبال هذا الهلال طالعا صاحب الحال الهلال نوره أو نوقعه في الجملة خبر الإعابة اعتذر فعل ماضي مبني على الفتح وهو الواو 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 حال هو ضغير منفصل مبتل نادم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمف فاهرة على آخره والجملة الاسمية في محل نصب حال على حرف جرم إساءتي اسم مجرور وعلامة جرم منكسرة الفاهرة تحت آخره وهو مضاف الواو مضاف إليه شكرا على حسن اهتمامكم